النهاردة أعلن الكاف عن القائمة النهائية للجوائز الإفريقية هتكلم شوية في هذا الأمر لأنه في غاية الأهمية بالنسبة لأفضل لاعب داخل القارة جاءت الترشحات كالتالي حسين الشحات ومصطفى شبير من النادي الأهلي ومن مصر أحمد سيد زيزو من نادي الزمالك ومن مصر يوسفو ضايو من نهضة بركان والحارس رونين ويليامز ده أفضل لاعب داخل القارة أفضل حارس في إفريقيا من القائمة جاءت كالتالي مصطفى شبير ممكن تحطيلي الصور دي على الشاشة الكبيرة بس عشان أسأيه وكده ربنا يبارك فيكو يعني مصطفى شبير من مصر النادي الأهلي أندري أونانا من الكاميرون وحارس مرمى منشيسر ناتد الإنجليزي الإفواري يحيى فوفانا حارس مرمى إنجي الفرنسي وويليامز من جديد حارس مرمى سانداونز الجنوب إفريقي واستالي نوابيلي ده حارس مرمى شيابا يونايتد الجنوب إفريقي دول جايزتين نوع في شوية هنا الحقيقة لأنه حتكلم بصفتين الصفة الأولى بصفتي مصري وهي أسعيد جدا لما لاقيه تلاتة من مصر حسين الشحات وزيزو ومصطفى شبير من ضمن المرشحين لأفضل اللاعبين داخل القارة وهذا أمر يسعيدنا جميعا كمصريين صار في النظر بقى عن التنافس والأمور الداخلية اللي موجودة عندنا لكن لما يكون عندك تلاتة لعيبة من أكبر ناديين في مصر يقولوا هزا مالك هذا أمر يخليك طوير من الفرح ومن السعادة المنافسة الحقيقة هتكون من ويليامز حارس مرمى نادي سانداونز اللي داخل في كل المنافسات لأنه ده بناء على ما قدمه مع منتخب جنوب إفريقي أكثر مما قدمه مع نادي سانداونز الجنوب إفريقي فهنا عندنا تلاتة لعيبة عندنا حسين الشحات ومصطفى شبير من نادي الأهلي وعندنا زيزو من نادي الزمالك ولما تتكلم على أخلاقيات التلاتة حد سوى لا حرك لما تتكلم على موهبة التلاتة حد سوى لا حرك فأي حد فيهم فعلا يستحق أن يكون أفضل لاعب داخل القرى الإفريقية لما هتكلم على أولادنا على أولاد النادي الأهلي على حسين الشحات ومصطفى شبير الاتنين قدموا أفضل ما لديهم في النسخة الأخيرة من بطولة إفريقي حسين متقلق متوهج نجم فوق